بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هادف علي. هنتكلم انه هذا ان شاء الله اول مرة في مادة مناهج البحث العلمي دكتوراه ادارة الاعمال. الكتاب اللي معنا طبعا زي ما قلنا كده ان احنا مجرد ان احنا بنقرأ البعض او بنحول الكتب بتاعت الدكتوراه لفيديوهات مختصة وسريعة. وطبعا مع حفظ حقوق الطبع والنشو للدكات والافاضي والاصحاب هذه الكتب. الكتاب اللي معنا المنهج العلمي والطبيقي في البحث والدراسات الادارية. تأليف الاستاذ الدكتور يوسري السيد يوسف جودا وكيل كلية التجارة جامعة الزقاظيق سابقا. طيب اه هنقول باسم الله الرحيم وهنبدأ نقرأ المقدمة هناك اتفاق بين العلماء على اهمية المنهج العلمي الكافة العلوم لذلك لا يمكن ان نتصور علما من العلوم بدون منهج. المنهج هي طريقة البحث. طريقة تبحث ازاي في كل فرع من الفروع هذا العلم. تمام? والمنهج العلمي قوامه والاستقاء. بل منهج هي الطريقة. طريقة البحث في هذا العلم. يكون منهج علمي مقصود بان خطوات مجردة مسبقا ومدروسة وواحد اتنين ثلاثة ماشي عليها. يعني مش منهج يعني كده ايه عشوائي. لا منهج علمي. تمام? يبقى خلاص فهمنا كلمة منهج ومعنى كده ومعنى كلمة علمي. اه قوامه الاستقراء. الاستقراء دي طريقة. هم يعرف بعد كده فيه طرق. فيه الاستقراء فيه الاستنباط فيه فيه حاجات كتير من اه ولكن هو بيقولك الاساس هو الاستقراء ان انت بتصبح يعني مبدئيا كده لما نشوف التفاصيل هي يعني انت بتستقرأ الواقع يعني واحد كده بيشوف الواقع اللي فيه لحوالي ايه. تمام? فيه طرق كتير الاستقراء الواقع لكن هو بيقولك دلوقتي الله المنقى ده مفتح يعني كده على الدنيا فبدأ يدور في كل حاجة يعني يستطلع في كل حاجة حواليه فيها ايه يعني. طيب يبقى المنقى العلمي قوامه. الاستقراء. الذي توصل العلمي من خلال اولوات القوانين العامة بتطبيق هذه القوانين استطاع الانسان ان يسيطر على قوة الطبيعة. يعني معنى كده ان اه يعني اه معنى كلام الدكتور في المقدمة كده ان ان المنهج العلمي في الاستقراء ده ما كانش لي العلوم الاجتماعي بس زي علم الادارة. لا. حتى العلوم الطبيعي هو بيقول لك اه. يبقى المنهج العلمي قوامه الاستقراء الذي توصل العلم من خلاله الى وضع القوانين العامة وبتطبيق هذه القوانين استطاع الانسان ان يسيطر على قوة الطبيعة ويحلل الظواهر. الظواهر طبيعية. والمشكلات تحليلا. المنظمة للأسس التي يستند اليها البحث في اشمل تصور لمعنى البحث وتمكن مناهج البحث في اه هذا القلم من دراسة وتحليل الظواهر والمشكلات الادارية الموجودة في البيئة وفي المنظمات العامة العاملة بها. كما تساهم في التوصل الى القوانين العامة التي تحكم هذه الظواهر. بالاضافة الى وضع الحلول والتوصيات التي تساهم في حل المشكلة في حل المشكلات التي يفرزها الواقع العلمي. يبقى انت كده على طول الواقع العملي او التطبيق عفوا. طيب يبقى انت كده عرفت على طول كده بسرعة ايه هو اه البحث العلمي. ويهي والزواهر حواليه. لا ده انها كمان بحاول ان احط له قوانين. بعد ما استققت الواقع بحط كمان حلول وتوصيات. اه يعني فيه فايدة عيدة على المجتمع من هذا البحث العلمي. ويمثل هذا الكتاب محاولة من الكاتب لدراسة مناهج وترق البحث وكيفية توظيفها في دراسة الزواهر والمشكلات مراعين الجمع بين الجانبين. الاكاديمي والتطبيقي. طبعا المعروف ان الاكاديمي يعني هو نظري شوية وعلمي وكل حاجة وقواعد ولكن التطبيقي عملي. وتطبيق هذه القواعد على الواقع العملي يعني. طيب. اه لما تلاقي حاجة بقى بتقولك انا براعي الاكاديمي والتطبيقي في معالجة الموضوعات دي او موضوعات هذه الموضوعات طرق البحث يعني. اذا تناول مثالين والمبادئ الاساسية والخطوات الرئيسة التي يقوم عليها البحث الالمي بطريقة سهلة. وفي صورة شاملة. كما يتناول العديد من الامثلات التوضيحية والتطبيقية والتي يفيد الباحث او الدارس في مختلف مدارس بحثه. عطوان مراحل بحثه وتنفيذ خطواته بطريقة علمية سليمة. وعلى ذلك يقع هذا الكتاب في عشرة فصول اساسية. تناول الفصل الاول منها مهيئة البحث الالمي. اما الفصل الثاني فقد تناول مراحل البحث الالمي وخطواته المختلفة. وفي الفصل الثالث تناولنا الخطوة الاولى من مراحل البحث الالمي وهي خطوة تعريف المشكلة. اما الفصل الرابع فقد خصصناه لخطوة فرود واهداف البحث. وفي الفصل الخامس تناولنا انواع البيانات ومصادر الحصول عليها ثم انتقلنا الى موضوع القياس. وعرضناه في الفصل السادس من الكتاب ثم الى موضوع العينات وهو احدا الخطوات البحثية الهمة. وقد عرضناه في الفصل السابع من الكتاب. وفي الفصل السامن تناولنا موضوع تجهيز البيانات من حيث المراجعة والترميز والجدولة تمهيدا لتحليلها وتفسيرها وهو ما عرضناه في الفصل التاسع كان لابد ان نتعلم الباحث الطريقة الصحيحة للكتابة لكتابة مراجع البحث سواء في حواشي البحث او في نهاياته هو ما عرضناه في الفصل العشر من الكتابة وتناولنا في الفصل الحادي عشر طريقة اعداد التقرير النهاي للبحث ومثلت ضمن النتائج والتوصيات التي تساهم في حال المشكلات والظواهر محل البحث والدراسة وتناولنا ايضا في الفصل الثاني عشر بخلص دواسة الحالة كما تخلى اتخاذ القرارات الادارية وفي نهاية هذا الكتاب طبعا كلمة دراسات الحالة دي ليه يعني تطبيق يعني تطبيق على اللي انت تعلمته الخطوات دي تنفذها عمليا بقى طب في نهاية هذا الكتاب عرضنا لبعض الحالات والتطبيقات العملية حتى يتعاود الدرس على كيفية منقشة هذه الحالات وعرض الاقتراحات الخاصة بها بحلها وذلك في الفصل الثالث عشر والله اسأل ان يرى ايو يبارك هذا العمل العلمي كمحاولة لاصلاع المكتبة المصرية والعربية بالمزيد من الكتب والمراجع في هذا المجال الذي تفتقي اليه الى حد كبير حتى يكون نفعا لكل دارس ولكل باحث يسعى الى دراسة وبحث ما يعانيه من مشكلات اه تعاوق تقدم منظماتنا المصرية حتى نتقدم وتصبح مصرنا العزيزة في مصاف الامم والشعوب المتقدمة بالعلم والمعرفة المؤلف الاستاذ الدكتور يوسر السيد يوسف جودا طيب انخشع اطول على الفصل الاول الفصل الاول بيقول لنا مهيئة البحث العلمي نظر عم ايه هو البحث العلمي زي ما قال لنا كده في المقدمة والفهرس يعني قال لنا ان انت في الاول هنتكلم ايه هو البحث العلمي وبعد كده على اطول هنخش في الخطوات ينتبه sisters الفصل على النقاط التالية يبقى اول فصل نهية البحث العلمي نظر عام ينتبه على ايه؟ المقدمة اولا ما هي المنهج العني وخصائصه ثانيا خصائص البحث الجيد البحث الجيد ثالثا اسليب المنهج العلمي في البحوث والدراسات الادرية والاجتماعية رابعا انواع البحوث في المجالات الادارية والاجتماعية. خامسا صعوبات تطبيق المنهج العلمي في مجالات البحوص الادارية والدراسات الاجتماعية. نخش على طول على مقدمة البحث. آآ مقدمة الفصل الاول ما هي البحث العلمي نظر عامة. المقدمة بتقول لنا يواجه الافراد بصفة عامة. والمسؤولين على المنظمات. بصفة خاصة العديد من المشكلات والمواقف المحيرة التي تدفعهم للتفكير. فيها بهدف التواصل الى حلول سليمة ومنطقية لها. فقد يلجأ الفرض الى طوق او اساليب عديدا لحل هذه المشكلات مثل المحاولة والخطأ. دي طريقة علمية موجودة بيسموها يعني تلاقي المنسين. مثلا والناس كتير يقول لك لو انت ما عندكش خطوات علمية مجربة فانت بتعمل حاجة اسمها يعني محاولة وخطأ. محاولة في حاجة انت ما انتش عرفها وتتعلم من اخطائك. تمام? فدي طريقة آآ مش يعني آآ لا هي طريقة فعلا علمية يعني. طيب اه اه الى طرق وسليب عديدة لحل هذه المشكلات مثل المحاولة والخطأ او الى خبراته الشخصية. خلاص والله انا موقف قبل كده عدت وتحلت بطريقة معينة. او الى الاعراف والتقاليد. وغير ذلك من اموات التفكير ومداخل لا تخضع الى خطوات منهجية سليمة لاستقصاء المشكلة. كلمة منهجية خطوات منهجية سليمة ازي ما قلنا كده خطوات مدروسة. هتعمل واحد وبعد كده وبعد كده تلاتة وبعد كده اربعة يبقى دي كده يعني المنهجية هنا مقصود بها ان هي آآ متحددة مسبقا متخطط لها آآ معروفة مدروسة مجربة الكلام ده كله. الاستقصاء المشكلة آآ يبقى انا لازم الاول تستقصي المشكلة هي دي بداية البحس يعني هي دي اي بحس في الدنيا تبدأ تعوى في ايه مشكلتك? طيب آآ الفروض بتاعت البحس ده ايه تبدأ بقى تنزل تشوف آآ طيب استقصاء المشكلة وتحديد ابعادها مما يقضي الى لقوة في اخطاء كثيرة شوف بقى ازاي يعني الجزر البحس اللي هو يبقى عندك مشكلة وانت لازم تفهمها كويس وتبدأ تحدد ابعادها علشان تنزل لو انت محددها غلط المشكلة هي زي ما قال لكده هيؤدي الى لقوة في اخطاء كثيرة وعلى زلك الامر تطلب من الباحس التباع الاسلوب العلمي في حل المشكلات وزلك بتناول مشكلة واستقصاء كل ما يطبط بابعادها من معلومات وحقاق وتفسيرات وحلول قد تساعد في التوصل الى قرارات علمية سليمة وهذا يعني ضرورة استخدام المنهج العلمي كاسلوب تفكير للتوصل الى نتائج يسق في صحتها وصدقها ان هذه المقدمة تسئل عديد من التساؤلات لعل اهمها ما هو البحث العلمي وما هي خصائصه وما هي خصائص الباحث الجيد وما هي المهارات والقضوات التي يجب تغفرها فيه حتى يؤدي وظيفاته بنجاح ثم ما هي انواع البحث وتقسيماتها العديدة واخيرا ما هي الصعوبات والمشكلات التي تواجه تطبيق المنهج العلمي في البحث الادارية في البحث والدراسات المختلفة الى غير ذلك من التساؤلات التي سيحاول الكاتب الاجابة عنها في هذا الفصل وعلى ذلك اتناول لهذا الفصل الموضوعات التالية اولا ما هي المنهج العلمي وخصائصه ثانيا خصائص الباحث الجايد ثالثا اساليب المنهج العلمي في البحث والدراسات الادارية والاجتماعية يعني ده يعني البحث يعني الادارة علوم الادارة ده يعتبر علم اجتماعي فرع من الفروع العلمي هل في مشاكل في في مشاكل بحثية عامة في كل العلوم وخاصة في العلوم الادارة طيب ماشا رابعا انواع البحث في المجالات الادارية والاجتماعية خامسا صعوبات تطبيق المنهج العلمي في مجال البحث الادارية والدراسات الاجتماعية وفيما قاليش ارحى وتفصيلي لكل نقطة من هذه النقاط الخمسة يبقى قال لك الفصل الاول هو تعريف ويعطى لك خمس نقاط يالله هنقول باسم الراحمة الراحمة ونبدأ الفصل الاول او النقطة منها اولا ما هي المنهج العلمي وخصائصه يمكن تعريف لفظ المنهج اللي هو المسود لغوين على ان الاسلوب او الطريقة العلمية المنظمة التي يمكن بها تحقيق او انجاز هدف ما او لفظ البحث انت عايزت في الاخر يبقى عندك بحث طبعا هو ايه هو البحث مش هدف حد ذاته هو نتيجة البحث وتوصيات البحث وما توصل اليه هو ده النتيجة يعني هو ده فعلا اللي هيطور المجتمع ولكن احنا من من هذا الكتاب احنا يعني المخرجات بتاعتنا ان احنا نعمل بحث جيد طب كلام جميل يبقى هو بيقولك دلوقتي ايه المنهج هو ايه هو الاسلوب او الطريقة العلمية المنظمة التي يمكن بها اه تحقيق او انجاز هدف ما الهدف ده هنا اللي هو البحث اما لفظ البحث اللي هو رسيوش فانه يعني جمع وتسجيل وتحليل البحث ببحث عن بيانات بشوف المشكلة دي كويس وبعد كده بقى مع بيانات حوالين المشكلة لغاية ما اوصل ليه اه يقوله ايه يعني الحاجات الجزرية مش مش دايما يقولك ما تاخدش المشكلة باعراضها تخيل كده ان الدكتور بشخص المريض فهل هو يقوله ايه ده انت عندك سخنية لا ما هو معروف السخنية ما هدي السخنية دي اعرض من اعراض الحاجة باينة ايه بقى ايه 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 اول مرد اه يبقى لازم يشوف الجزر ايه اللي مسبب السخنية يعني ما تاخدش بالحاجات اللي ظاهرة الحاجات الظاهرة دي مش هي المشكلة دي دي اعراضها فقط لكن الحاجات بقى اللي بتسبب هزيه الاعراض هي اللي انت لازم تتوصل اليها تمام طيب نعني اه يبقى لفزة البحث دي يعني جمع وتسجيل وتحليل البيانات يبقى البحث مش بس بيدارة على حل المشكلة ده الاول بس لازم يفهم المشكلة عشان يشخصها صح ما يشخص العرض لا يجيب باصل المرض وبعد كده يجمع بيانات حولها اه يبقى عمي كلها عمليك جمع بيانات جمع وتسجيل وتحليل البيانات خد بالك ممكن يبقى عند البيانات كتيرة هو متعرفش استفيد منها تحليل البيانات ان هي تبقى مرسوسة صح هو استخلصها صفيه منها المفيد تطلع كده يعني الاستنتاجات والمعارف المتعلقة بالمشاكل بهدف التوصل الى حقاقة التي تفيد في حل المشكلات والاتقاذ القرار بالنظر الى التعريفات التي وردت ضمن الكتابات التي تتنوية هذا الموضوع فاننا نجد ان بعضا من هذه التعريفات يرى ان البحث العلمي يقوم على الطرق والاسليب العلمية للوصول الى حقائق جيدة والتحقق منها بينما تؤكد بعض التعريفات الاخرى على الجوانب التنظيمية للمعارفة العلمية وحل المشكلات وفيما قال لي اعرض الكاتب بعضا من هذه التعريفات يقول هو بيقول لك دي والله احنا عرفنا كده بسرعة او يعني هو نتكلم على المنهج ان هو الاسلوب والطريقة والكلم على اللفظ اللي هو لفظة البحث منهجك العلمي في البحث ايه وايه كلمتين كدو قال لك والله في بعض الكتب تانية بتادي تعريفات تعالي نشوف او ايه ايه التعريفات دي يعرف البحث العلمي على انه محاولة موضعية دقيقة وفحصة لدراسة المشكلات التي تواجه الافراد او المنظمات بغية فهمها وحلها واتخاذ القرارات بشأنها يبا احنا بنحل المشكلة وبندرسها علشان نحاول نجيب لها حل ده اول تعريف تاني تعريف بيقول لي كما يعرفه البعض على انه استقصاء موظم يهدف الاكتشاف المعارف والتأكد من صحياته عن طريق الاختبار العلمي تانية تعريف بيقول لي يرى اخرون ان البحث العلمي هو مجموع من الجهود المنظمة التي يكون بها الباحث متبعا الطريقة العلمية وقواعدها السليمة في دراسة المشكلات في جميع ما هي دين الحياة النفسية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية والسياسية كان زمن يقول لك ايه الطريقة العلمية يقول لك والله الطريقة العلمية حل المشكلات ان انت بتتحدد المشكلة تعرفها صح? اه وبعدين وبعد كده تقول لي والله تشوف ايه البدائل عندك لحل هذه المشكلة. وبعدين وبعد كده تفاضل ما بيننا كل بديل بقى تشوف مزاوة عيوه والغاية ما تختار البديل السليم وبعد كده تجرب وبعد كده تقول لكده تمام حل المشكلة ولا? تمام? اه فهو بيقول لك والله احنا يعني التعريف لا بيقول لك والله البحث العلمي هو مجهود مجهود او مجموعة من الجهود المنظمة ايه علشان بيتبق التوقع العلمية اللي الناس كلها فينها بس يعني طريقة منظمة زي قلنا كده منهجة. علشان ايه? علشان برضو يدوس المشكلات ويحاول يجيب لها ايه? اه حل. طيب في برضو حد تاني قال لك او عرف لك قل بلك ان العلوم اه العلم معارفة تراكمية. اي علم في الدنيا هو معارفة تراكمية. يعني ما فيش حد كده اي جنفع يقول ايه? بصوا كل اللي قبلية اللي عرفوا المنهج العلمي ده ما بفهموش حاجة وانا تعال انا اقول تعريف جديد. ما ينفعش. ما ينفعش. اي حد ما فيش حد يقول كده. الناس بتشكر في اسات زيتها اللي علموها. وممكن يضيف. يعني برضو ايه ما هو يقول لك والله انا رأيي كزا. يعني اه مش انا مش اه اه فهو هنا هنا زي ما قلنا كده لازم نرأي الحقيقة دي ان اه ان لازم اشوف اللابلية قاله ايه علشان اقدر اهضيف انا يعني انا بيقول لي هو يعرف المنهج العلمي على ان الوسيلة التي تمكنها من الوصول الى الحقيقة او مجموعة الحقائق في اي موقف من المواقف ومحاولة اختبارها للتأكد من صحتها. يعني تعريفات كلها قريبة من بعض بس اتاخدها من كذا جانب. كذلك فان البحث العلمي هو مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي يستشدها العلماء. في دراستهم للزواهر من اجل الوصول الى المعارف الصحيحة والصادقة لهذه الزواهر. واخيرا ينظر البعد الى البحث العلمي على ان مجموعة من الخطوات التي تبدأ بملاحظة الزواهر واجراء التجارب ثم وضع الفروض التي ينبغي البحث فيها والتحقق من مدى صحتها توصلا الى وضع قوانين عامة تفاصل هذه الزواهر وتحضل طبيعتها او طبيعة العلاقات بينها. من هذه العينة والتعريفات. عينت ايه بقى? هو هنا وقت عين التعريفات كتب اتكلمت في البحث العلمي. قلت لك والله بقى احنا اه يعني شفنا شوية التعريفات. اه من هذه العينة والتعريفات اختطلح لانا ان البحث العلمي يتميز مجموعة من الخصائص. يجب ان يكون الباحثون والمهتمون بالبحث العلمي على ادراية كافية بها. ويمكن تحديد اهم هذه الخصائص فيما يلي. واحد. يعني في البحث العلمي اساسا الى التوصل الى حلول المشكلات. لا انا اعتقد ان اولا نفهم المشكلات صح. يعني فيه ناس تقولك ايه? والله المرور ده مشكلة كسافة سكانة. لا. اه يعني انت انت فيه اعراض شايفها لكن ايه ارجع الامراض. اه شوف ازاي. يبقى. يبقى لازم نفهم المشكلة صح وبعد كده ندور على الحلول. يعني في البحث العلمي اساسا الى التوصل الى حلول المشكلات معينة والى توسيع دائرة المعرفة الانسانية. او طوح تساؤلات تتعلق باستنتاجات بحوص سابقة واقتراح افكار وبحوص مستقبلية. بس ماشي. غرض يحل المشكلة. ماشي. اتنين. طبق خطة لاي بحث العلمي يتم وضعها وتصميمها بدقة وعناية فائقة وتصفر في النهاية عن بيانات يمكن اخضوها للتحليل الدقيق للاجابة على التساؤلات التي يطرحها البحث. ماشي. هدف البحث العلمي حل المشكلات. بس ايه بيتبع خطة علمية او طريقة اه مصممة زي ما قالك بطقة. يعني المهم ان في الاخرى يوصل ايه? اه يجيب بيانات مزبوطة. يمكن اخضوها على التحليل الدقيق والكلام ده اللي جايبها على التساؤلات التي يطرحها البحث. وخد بالك ان غالي من التساؤلات بتاعت البحث دي هي اعادة صياغة لمشكلة البحث. يعني مشكلة البحث بيتم اعادة صياغتها في في سؤال البحث وفروض البحث może هنا عايز اعقد الفروض دي صح ولا غلط طيب اه 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 ما انزل بقى جيب بيانات وحل البيانات دي واعرف اه اه هو ايه اه هو ايه جابت السؤال ده او ايه حل للمشكلة دي ايه وفروض البحث دي صح ولا غلط طيب تلاتة يتطلب البحث العلمي المام الباحث بادبيات البحث وما صرق ان اتكشف اتعمل البحوث والدراسات السابقة فيما يتصب بمشكلة البحث. كما يتطلب المام الباحث بالمصطلحات العلمية والمفاهيم ذات العلاقة بمشكلة البحث. ولعل ذلك الامر يتطلب من الباحث اتقان استخدام الانترنت. بقت وسيوة جبرة للبحث دلوقتي. كان زمان يقول لك احنا بنعمل اشتواكف مش عايف مكتبة الجامعة الاملكية ومش عايف فين ومكتبة ايه ومكتبة ايه. هي دي كانت المصادر الوحيدة للمعلومات دلوقتي مكتبات كتيرة في العالم متصلة بالانترنت هتقدر تعمل بحث عليها. من اجل اعمل مسح الشامل متعمق لجامع البيانات والمعلومات والبيانات اللي هتفيدوا في ايه جامع الاطار النظري للبحث. طيب ايه تاني? يسعى البحث العلمي خد بالك هو ده كده كل ده بيحاول يعني يعني زي ما قالك كده ايه من تعريفات الناس اللي قبليه. بيقول لك ان احنا كده بنبدأ نحدد ايه هو البحث العلمي وايه وايه الخصائص بتاعته? طيب ماشي. اربعة بيقول لي اسعى البحث العلمي الى اكتشاف العلاقات السبابية بين التغييرات والظواهر المختلفة مما يساعد على خل المشكلات? لا حل المشكلات. ماشي. خمسة يقوم البحث العلمي على الوصف الكيفي والكمي للظواهر او المشكلات محل البحث. حلو اول. وصفي يعني ايه يعني انا زي ما قلنا كده لازم اوصف المشكلة. كمي ده كيفي. يعني ده كيفي يعني ايه اه المشكلة دي اه بتعمل كزا واعراضها كزا لكن مسبباتها كزا. اصلها كزا. كمي بقى غير وصفي يعني غير كيفي. الكمي اللي هو بالارقام. حاجة اقدر ايه هو اقدر اقارنها بحاجة تانية. اه ده لي ميزة وده لي ميزة. طيب كلام جميل. يبقى يقوم البحث العلمي على الوصف الكيفي والكمي للزوارق او مشكلات محل البحث. ستة اني اصف البحث العلمي الواقع. واني ابتعد عن الاحكام المسبقة. اه لو انا جيت قلت والله انا انا حطت فرض اه فرضين مثلا. او الفرض ده صح او غلط بس انا ما لان هو صح. لا 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 يبقى انت كده ما يبقى البحث بتاعك سوري فيك يعني فيك يعني ايه فيك? يعني وهمي. انت هايز تتعب وتشقى عشان تثبت المصح? لا ما نفعش. انت بتفترض المفروض ان انت بتفترض افتراض. الافتراض ده قد يحل المشكلة او قد يكون سؤال البحث او مشكلة البحث. بس تم عادة سياغته في جملة كده يعني جملة. تحتمل الصحاب والخطأ. المفروض ان انت تنزل بقى بكل الحيادية. تجمع بيانات. وتتوصل في الآخر. آآ زي الانتخابات كده ما تبقاش عارف نتيجتها. فهو مرضو كده. سؤال البحث او فرض البحث دي. ما تبقاش انت اما قص يعني ما انتش عارف نتيجة البحث من الاول. لا يبقى كده كل الجهود دي ما لهاش لازم كل ده فيك. لا ده انت لازم تبقى فعلا نازل مع بيانات وتعمل كل خطوات البحث. على اساس انت ما انتش عارف الفرض ده صح ولا لا. آآ حتى لو انت مائل الحاجة من الاتنين بتجنب ميلانك ده لغاية ما تزبط علميا. آآ يعني الفروض البحث دي صح ولا غلط. تمام? يبقى انه ابتعد عن الاحكام المسبقة والاجتهادس الشخصية لانها هتقلل قيمة البحث. انت مطلوب ان انت تعرضه على الناس الناس تعجب بيه. تفيد المجتمع في حل مشكلاته. التوصيات تبقى مفيدة. التقارير ان هالي البحث يبقى ضعف للمكتبة العلمية حاجة صح ولا اه اه او اتقصى بالذاتية او شخصية البحث. في ناس بتعمل مثلا ايه? بحوث تسويقية. عايزين يوصلوا البيانات. تخالي اللي لو لو حطين احكام مسبقة او مثلا بيلمعه في شركة معينة او من صاحب الواجل السبونسور اللي هو دفع فلوس عشان البحث ده. لا يبقى ده عملية تروجية مش عملية بحسية حقيقية ان هي تنزل تجيب النتائج. لا لا ده ده كده اوقفك برضو. طيب سابع بيقول لي ان يقوم البحث الانمي على القياس الموضوعي واستخدام مقاييس دقيقة. اه قياس موضوعي? ايبا فعلا بنفعل عن ايه يقول لك اه يعني اه كلمة موضوعية اللي هي الابجيكتيفتي دي عكس اللي هو التحيز. نفس الكلام برضو للنقطة اللي فاتت. قوم البحث العلمي على اساس او على القياس الموضوعي. استخدام مقاييس دقيقة تتأسم بالسبات والاستقراء. المقاييس دي تتحط في اي حتة هتطلع نفس النتائج. بس زي الميزان كده بتاع الفاكهة. انا شاي اتنين كيلو فاكهة حطت اتنين كيلو على الميزان يطلع اتنين كيلو. موحش بقى في حتة تانية اوزن الا ايوم اتنين كيلو الا رابع. لا لا المقاييس لازم تبقى سابتة تتزم بالسبات والاستقرار. اه ما هي تباوضها الدعم الموضوعي. يعني ايه الموضوعية? الموضوعية عكس ايه? عايف ايه عكس? يا دايما يقول لك مسلا تسمعها في التلفزيون او الناس اللي هما يقول لك خليك مهني وموضوعي. اه. عكس الشخصانة. ما تيجي تشخصا الامور. ما جيحكم على شخصك او شغلك مسلا انت راجل محاسب او انت راجل بتعمل شغل وانا مراجع برجع عليك او بشايك على شغلك او بتقال. لو انا موضوعي والله بحبك او مش بحبك اقولي والله الشغل عشو على عشو الله ينور. حتى لو انا بكره الشخص ده. يا دي الموضوعية. ما بيحد بتكلم في الموضوع. ما بنتكلمش ما بنشخصنش الامور. ما بنخليش الحاجات اه كلمة بالانجليزي عكسها سبجيكتف سبجيكتف اللي هو المتحيز. سبجيكتف بيشخصن الامور او بيخليها مادية. زي او العزو بالله هو او التحايل او الاحتيال او الناس اللي ياخدوا راشو عشان يغيروا نتيجة الموضوع. يا نهر ابيض. شوف البحث العلمي ودنا الفيلم. اه اه ان يقول البحث العلمي على القياس الموضوعي. موضوع بنتكلم في الموضوع في اساسيات علمية بتتطبق في اي حتة استخدام مقاييس دقيقة. تتسم بالسبات. اه والاستقرار زي ما احنا احنا اتكلمنا على حتة السبات دي على زي الميزان. ربنا قال ايه وضع الميزان. الميزان في كل حتة لازم يدي نفس النتيجة. وإلا يبقى نقشوش. يبقى البحث ده برضو فيك. خلاص مالوش اي قيمة. مهما كان معمول شكله حلو. تتسم بالسبات والاستقرار والكشف عن حقيقة المشكلة محل البحث. كما ينبغي عدم اخفال جمع او تسجيل او تحليل جميع البيانات الضرورية لمعالجة المشكلة محل البحث. طيب حلو قوي. تمانية. يمطوي البحث العلمي على العديد من الخطوات يمكن تحديدها في مشكلة البحث. لازم نحدد مشكلة البحث صحة. ونحط بقى نصير سؤال البحث بنانا على مشكلة البحث نحط الفروض اللي احنا المفروض ما نكونش عارفين هي صحة ولا غلط. المفروض يعني في الاخر الاجابة يعني هتوصل لنا من تعاب نفاذ البحث يعني والاهداف نوع ومصادر البيانات مجتمع البحث مجتمع الاحصاء اللي احنا بقى هننزل ناخد منه عينة عشان نجيب بيانات تقول لنا الفروض دي صح ولا غلط ونحل مشكلة البحث شوف ازاي? طيب اختيار العينات بقى. ايه العينات ليه? ليه بتختارها على عينات? ما تخش عامة تشوف المجتمع كلها? المجتمع كبير. ايه في ده ان انا مسلا بتكلم على التعداد السكاني في اه ما شاء الله جمهورية مصر العربية تيجي تقول لي بقى انها اخد رأي المئة مليون ولا هعد المئة مليون? انا باخد ايه عينات? لو كانوا واخد اراء الناس باخد معلومات عن الناس بتاع. باخد عينات وعممها على المجتمع. ازاي عام بتاخد عينات? يعني تاخد مسلا عينات على مية ولا متين واحد. وتعممها على مية مليون. طب ما دي كده اوانطة. لا مش اوانطة. العينات بودوا ليها طرق يعني ايه? علمية. يقول لك والله العينة. لو مستوفى لهذه الشروط يبقى دي بتعبر عن المجتمع. يعني ايه عامل بتعبر عن المجتمع? يعني نفس النتيجة او نفس اللي انت وصلت له من دراستك لهذه العينة تقدر تعممها على المجتمع الكبير. احنا بناخد عينة لان احنا مش هنقدر ندرس في المجتمع الكبير لها. سيبك من الممكن ان هو ما يبقاش عدل افعاد. في حاجة الوقت اسمها اللي هو البيج داتا. اللي هو البيانات الضخمة. في عندك مليارات البيانات في عندك حاجات كثيرة اوي ما تدرش اه اه اطواد مية سال رادل يلغات يوم الايامة تدرس فيها. فالسالة انت تاخد عيناة لا تدرس على تكلفة ولا تدرس على مدة البحث لو هي مجتمع كبير او اه. فالعينة بتوفر لك الشغل الكتير على المجتمع الضخم. ولكن لازم لها شروط علشان تبقى فعلا نتيجة بتعبر او تقدر تطبقها او تعممها على المجتمع. حلو اوي. طيب ماشي خلاص عرفنا. تجميل البيانات وتعرفها. وطيب انا جبت بيانات بقى مظبوطة من عينة مختارة بعناية او علمية. هو اقول لك اما يعني عينة احصائية او عينة عشوائية المهم ان هي تكون مختارة بطريقة علمية. عشان تقدر تعبر عن المجتمع. تجميل البيانات وتعرفها وتبوئبها وتمهيدا لتحليلها. اه. الحاجات دي كلها مهمة جدا. انت لما تحلل البيانات ده وتستخلص بقى الخلاصة من كمية البيانات الضخمة للجامعة دي. تقدر بقى تقول له والله النتائج. هي الفروض دي كانت صحة ولا لأ. كلمة فرض يعني اقول لك اجانب كده اقول لك جملة قد تكون صحة قد تكون خطر. اما بعد كده ما نفعش احط سؤال يعني لازم اصيغ السؤال للبحث او مشكلة البحث اصيغه في ايه? في جملة يعني تحتمل الصح او الخطأ لذاتها زي ما بيقوله كده بتقول اللغة العربية. اه تبويبها تمهيدا لتحليلها واستخلاص النتائج. بتقول اللغة العربية يقول لك الاسلوب الخبري غير الاستفهامي. اسلوب الخبري جملة بتحتمل الصدق او الكذب ليساتها. مش لقائلها يعني انا احسن والعايز وبلادك ان فيه اية في القرآن الكريم. طبعا قائلها لا يكذب. ولكن المقصود ان اي جملة انت بتقول لي والله ايه اه جاء زيت. وممكن ما يكونش جه. فالجملة الخبري هي كده برضو الفروض كده. انا محتاجك مع بالات وحلل عبا 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 عمل شغل لغاية محللها. واستخلصها. اختصر كل هذه البنات عشان اطلع نتائج تقول لي. فروض البحث دي صح ولا غلط والتجعوب لي على سؤال البحث والبحث وتحلي لي مشكلة البحث. شوف ازاي? في الاخرى احط التوصيات ده. الخاصة بالموضوع. الموضوع ده كده انا بقيت ايه? يعني عندي بعض العلم به. جبت المشكلة ودورت ووصلت النتائج وشفت الفقود صحة ولا لا? الكلام ده كله. طيب. هذا انا اود ان نلفت النظر الى ان طريقة البحث العلمي تعتبر اسلوب منهجي. اه احنا قلنا خلاص. كلمة ملهج معناها ايه? طريقة او اسلوب منظم. اه اسلوب منهجي منظم يتبع الباحثون في مختلف مدينة العلم والمعارف. عند دراسة الزوار الطبắc الاجتماعية او الطباعتية. سواء كان المجال البحثي في العلوم الطبيعية او العلوم الاجتماعية. العلوم الطبعية سهلة عم نوفق ليه? هmansحت هنا لوحد زاد وحد ستنين. عالوما اجتماعية لا. هلك بتختلف ليه ان بتطبع على ناس والمجتمعات. والناس طرقها في الشغل المختلفة. والمجتمعات اتمنى مشاكلها في العمل مختلفة. لذلك العلوم الم اجتماعي اصعب. من المجال في المجال البحسي من العلوم الاجتماعية اصعب من العلوم الطبيعية يعني. طب كلام جميل جدا. والانسانية لانك لوقت البحث العلمي واحدة. حيث تتبع مجموعة محددة من الخطوات في جميع انواع البحث العلمي. طيب. يبقى احنا اه كل الفات ده كنا بنشوف ايه هو البحث معني وشوفنا التعريفات واجاب لك تعريفات عديدة عشان نشوف خصائص هذه التعريفات. ثانيا خصائص الباحث الجيد. الباحث بقى الشخص اللي هيقوم بهذا البحث العلمي. توجد مجموعة من الخصائص التي يتصف بها الباحث الجيد وهي تشمل فيما بينها اتجاهاته نحو البحث العلمي وتعتبر موشدة له في طريق البحث العلمي. ويمكن تلخيص هذه الخصائص فيما يلي. واحد موضوعية الباحث. لازم يكون موضوعي زي ما قلنا قبل كده ازي ينبغي ان يتخذ الباحث قراراته على اساس البيانات التي قام بتجمعها. شوف ازاي? يبقى صادق مع نفسه في البيانات دي. التي قام بتجمعها المشكلة وما قام به من تحليل وسط خلاص. النتائج منها وليس على اساس افكار سابقة يعتنقها. اه شوف ازاي? يبقى معنى كده ايه? ان هو اه لو حاول يثبت او يعني حاول يفبرك النتائج لنفس الحاجات اللي في نفسه يعني يبقى برضو كده ما قلنا كده البحث فيك. ملوش اي قيمة يعني ما اه 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 او على اساس تأثر بقراء شخص معروف او على اساس الحكم السطحي. كل ده لازم يبقى يعني خلي منه عشان يقتصف بالموضوع. اتنين القدرة على ادارة الوقت وتنظيمه بما يقدم اهدافه البحثية. واستطيع ان يضع خطة زمنية جيدة ومناسبة للبحث الذي يقوم به. ويمكن تقسيم هذه الخطة وتنظيمها حسب التطلبات كل ما حالى من مواحي البحث. تلاتة التمكن من مهارات تكنولوجيا المعلومات. بحيث يستطيع الباحث اه العلمي مسح شامل لادبيات البحث نفسه. يبقى زي ما قلنا كده اول حاجة ان يكون موضوع تاني حاجة يبقى يدير وقته. تلات حاجة يبقى عنده مهارات تكنولوجيا المعلومات والحاجات دي ممكن تتعلمها سهلة يعني. طيب كلام جميل. وحتى يكون على ضرائية كافية لكل ما هو جديد وحديث في مجال بحثه او المشكلة محل البحث كما ينبغي اه على الباحث ان يكون عضوية كافية بالبرامج الاحصائية. برضو سهل تعلمها. البرامج الاحصائية المختلفة التي تستخدم في المعالجة الكمية والكيفية للبيانات الخاصة بالمشكلات محل البحث. اربعة ايجادة اللغة العربية واللغات الاجنبية. على الاقل اللغة الانجليزية. فاجاتة اللغة العربية تمكن الباحث من عد تقريره بشكل جيد. خالي من الاخطاء تستطيع ان يوزهي التوابط الفكري بين جوانب البحث المختلف. كما ان ايجادة الباحث للغات الاجنبية تساعده على الاستعانة بالمراجعة الاجنبية الحديثة التي تفيد في تقديم افكار مختلفة. للأسف احنا عندنا في المكتبة العربية بنتقصى قوي بالكتب الاجنبية. يعني دايما فعلا هو كده لو انت حتى لو ديت كتاب جديد من عنتك او حتى شفت محتويات ومش لازم قاويت الكتاب كله. هيبقى ادراجك لي يعني المراجع بتاعتك او يعني لستة المراجع اللي هتحطها في اخر البحث بتاعك. مراجع اجنبية دي برضو هيدي موثقية اكتر في البحث. تمام? اه كما ان ايجادة البحث للغة الاجنبية تساعده على الاستعانة بالمراجع الاجنبية الحديثة التي تفيد في تقديم افكار مختلفة او تقديم نمازج جديدة للحلول الخاصة والمشكلات محل البحث. خمسة الثقة بالعلم والبحث العلمي. المعنى ذلك ان ينصق الباحث الثقة تامة في اهمية العلم والبحث العلمي في ايجاد حلول ناجحة للمشكلات التي تواجه الانسان في مجالات الحياة والمسؤولين عن ادارة المنظمات المختلفة كما يعني لو السقة دي مش موجودة. يبقى هو برضو زي ما اقول لك كده اقول لنا احنا نعمل لها حاجة على الورقة وخلص وكوبي وبست وبتاعه وخلص يا معلم. لا. انت لو واثق في العلم وواثق في قدرتك انك تنفع الناس. البحث هيبقى ليه لازمة هيبقى فيه ليه فايدة. تمام? كما يجب ان يعي تماما ان الطريقة السليمة لو وجدت هذه المشكلات هي التي تعتمد على البحث العلمي. ستة ان يتصف الباحث بالتفتح العقلي والتفكير الراجح. واني ابتعد عن التعصب والتمسك برأيه دون سند او برهام. عادي خالص انا انا بتعلم لقيت ان حاجة جديدة او انا ببحث حاجة جديدة بتعلمها مش مش اقول لا ده انا ايه اه انا انا متمسك برأي القديمة لا. الايمان بالقيمة التعلم المستمر. ده مهم جدا. اه از يجب على البحث ان يؤمن بان زوار الحياة في تغير المستمر. وهذا يعني ضرورة ان يتابع الباحث التغيرات المختلفة. اه في مختلف الزوار الطبيعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. وغيرها هو ان يتعرف على كل جديد في مجال تخصصه بصفة خاصة والمجالات المساعدة او النوعية بالنسبة لتخصصه بصفة عامة. حتى لا اشعر الباحث في وقت من الاوقات بالتخلف وعدم مواجبة التغيرات الجديدة او الاحداث المعصرة. فعلا فيه ناس تقرأ لهم تحس ان هو يعني جاي من مئة سنة فاتت. او يعني في معداش على فيه حاجات كتيرة اوي. مش سيبك من التقدم التكنولوجي بس. لا. فيه حاجات كتيرة في الاقتصاد وفي المجتمعات حصلت. فالباحث لازم يعني يبقى على ضعي بها. مش هقولك ان انت تقرأ في كل المجالات. لا يعني حاجات الاساسية يعني. انتصف الباحث بالامانة والدقة. ويعني ذلك ان يكون الباحث العلمي امينا في نقله عن الاخرين. ده شيء مهم جدا جدا جدا. وفي تسجيل المواحظات وهي دي اللي بتخلي البحث جيد ومحترم وربنا حتى بيبارك فيه. وفي تسجيل المواحظات التي يقوم بها وفي وصفه للزواهر. ولا يهمل المواحظات التي تتفق التي لا تتفق مع ميوله واغراضه. فالباحث الجيد هو الذي يتمتع بالامانة والدقة. آآ في المواحظة والتسجيل والقياس والتحليل ومنقشة النتائج وتفسيرها وعرضها بشكل موضوع بيدان عن التحييز. تسعة الابتعد عن التصرع والادعاء. فالباحث الجيد هو الذي يبتعد عن التصرع في اصدار الاحكام ولا يدعي معرفة معرفة لما توصل اليها بالبحث. او لا يمتلك دليل مواضحة عليها كما يجب عليه عدم تعميم نتائجه. الا ازا اعتمد على عينات ممثلا للمجتمع الاصلي. زي ما قلنا كده. ما دهش عمم. حاجة. كما واحد كده خدتهم سألتهم. على المجتمع. الا لو العينة دي توفر فيها حاجة. حجم معين. ما ينفعش اقول اتنين تلاتة. يمثله مجتمع مصري مثلا لو ميت مليون. ما شاء الله لا. ده انت لازم يبقى فيه نسبة معينة. في لازم طريقة معينة. ما تخدش رقي الجالة بس. لازم الجالة وستات. ما تروحش تاخد عينة مسلا في في الزمالك. لا خد في الزمالك بقى وايه؟ مراضي الشعبية. طبعا. اه حاجات كتير. حاجات كتير لازم تتوفر وهنشوف طبعا ده فيه فصل واحده للعينة. يعني طبعا نفس الكلام ده تقوى مسلا في المراجعة والمحاسبة اه على تطبيق العينات في المراجعة وفي التطقيق والكلام ده كله. اه مقلاش عام من نتاج البحث الا ازا اعتمد على عينات موسلة للمجتمع الاصلي في دراساته وبحوصه. عشر التمتع بالمهارات البحسية المتقدمة وتمثل ذلك في اختيار البحث. موضوع البحث وصياغة المشكلة بشكل جيد ومسح لادبيات البحث والتحليل النقدي لهذه الادبيات وصياغة فروض البحث وضع التصميم المناسب له وتبني منهجية سليمة واستخدام الاساليب الاحصائية المناسبة لتحليل البيانات والتوصل الى النتاج البحثية بطريقة دقيقة حيث يمكن تقديم التوصيات والاقتراحات اقتراح الحلول الاصلي واقتراح الحلول المناسبة لعلاج المشكلة بطريقة موضوعية. حدواشر الحيدة التمة يعني الكلام ده مكرر ما هي الحيدة هي عكس تحيز. الحيدة التمة بحيث يكون سلوك البحث متنزهن عن الهوى. وان يتجاهل المؤسسات الشخصية او على الاقل يحيدها حتى لا تكون النتاج التي يصل اليها متحيزة. كذلك ينبغي ان يلتزم البحث بالحيدة في اختيار العينات التي يجرى عليها بحثه. لتكون ممثلات مجتمع البحث. تمام? اتنشأ الدقة. ازي يجب على البحث ان يختار المفاوضات التي تتعاين ملاحظاتها بدقة. وان يتعمق في فحص الظواهر حتى يمكن الوصول الى جزرها. اه وان يسجل ملاحظاته بشكل واضح. وعلى هيئة ارقام كلما امكانه ذلك. لتيسير اعداد الاحصاءات ومعالجاتها الرياضية. تلاتة. عدم اعتماد البحث على الرشاوي او الاسليم الملتوية عند جمع البيانات من مجتمع البحث او استغلال اي بيانات قام بجمعها لتحقيق مصلحته الشخصية بطريق مباشر او غير مباشر. بيب بيب